زي ما حضراتكم عارفين بعثة النادي الأهلي وصلت النهاردة السعودية برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة وكذلك رافق البعثة المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة ودكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة كل هؤلاء كانوا موجودين وذلك الاستعدادة لخوض مباراة الجمعة أمام نادي الزمالك في نهاية كأس مصر الفريق خاض ميرانو اليوم سفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية وكابتن خالد بيبو مدير الكرة كان في استقبال بعثة النادي الأهلي الحمد لله الأجواء رائعة الفريق في حالة تركيز كبيرة الكل في قمة التركيز لتحقيق اللقب عشان يعني نشوف اللي حيحصل في مباراة يوم الجمعة القادم زي ما حضراتكم عارفين النهاردة الأربع بكرة الخميس تمرينة خفيفة إن شاء الله يوم الجمعة تكون المباراة مش عايز حضراتكم تقلقوا من أي حاجة ولكن اللي حيلعب إن شاء الله يوم الجمعة يلعب اللي يلعب ده دايماً اللي أنا بقوله يلعب اللي يلعب مين حيلعب بشكل أساسي أو مين سيبدأ المباراة ومن سيكون له دور من الخمسة المتواجدين على دكة البودلاء كلام كتير جداً ممكن نتكلم في هذا الأمر هل حيلعب حسين هل حيلعب ريدا سليم هل حيلعب برسيتاو هل حيلعب طاهر هل حيلعب أي حد من المجموعة اللي موجودة أفشة النهاردة 28 سنة كل سنة وانت طيب أفشة مين اللي حيكون موجود في وسط الملعب مع مروانو إمام عشور كولر كيف سيفكر في هذه المباراة بصوا حاجات كتيرة جداً جداً نقدر نتكلم عنها وحاجات كتيرة جداً جداً نقدر نشوفها وحاجات كتيرة جداً جداً قد يكون لنا إحنا كجمهور وجهة نظر مختلفة عن المدير الفني للنادي الأهلي مستر كولر ولكن زي ما قلت لحضراتكم يعني من الآخر كده كولر قد يكون له وجهة نظر وهو الأقرب للعبين وهو اللي يقدر يختار فإحنا هنبقى في ظهر أي 11 حيكونوا أو حيبدأوا هذه المباراة كل التوفيق لمصطفى كل التوفيق لمصطفى شبير كل التوفيق طبعاً لعبد المنعم لمجموعة رامي ربيعة هاني كل الناس اللي موجودة الحقيقة كل التوفيق لريدا سليم وكل التوفيق لكل المجموعة اللاعبين اللي موجودين أكرم حتى عم حارس كل التوفيق اللي عم حارس يعني عم حارس عم حارس أيقونة من أيقونات النادي الأهلي الحقيقة وده أهم ما يميز النادي الأهلي إن الكل بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده الكل بيبقى متواجد وحريص على التواجد في مثل هذه المباريات والكل مركز زي ما حضرتك شايف كده ممكن تلاقي دحكة لطيفة حاجة جميلة كل سنة وانت طيب أفشى اللاعبين احتفلوا بعيد ميلاد أفشى الحقيقة فكل سنة وانت طيب دايما يا أفشى وعقبل 100 سنة 28 سنة ربنا يديك الصحة وطلط العمر وإن شاء الله تجيب لنا بكرة لو لك نصيف أن تلعب أو بعد بكرة تجيب لنا الكاس إن شاء الله في المباريات القادمة كل التوفيق للنادي الأهلي مودست ربنا يكرم إن شاء الله ويكون له دور هاني وطاهر وكريم وكهربا الجميع الحقيقة متواجد زي ما حضراتكم شايفين الجميع عنده نظرة يعني نظرة تركيز وانتظار لمباراة يوم الجمعة دايما مودشات الأهلي والزمالك خلي بقى لحضراتكم اللاعبة كبيرة تحب تلعب مثل هذه المباراة يعني إيه؟ يعني كل اللاعبين نفسهم يلعبوا هذه المباراة لأنها مباراة مختلفة تماما 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 عن أي مباراة تانية خصوصا لما تبقى في نهائي لما تبقى في مباراة نهائية حضرتك متواجد فيها كلاعب في النادي الأهلي سدقوني الموضوع بيبقى مختلف بشكل كبير جدا 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 هتقول لي ليه؟ هقولك مدشات الزمالك بيبقى ليها رونق خاص الأهلي والزمالك بيبقى ليها رونق خاص مدشات الزمالك بيبقى خصوصا لما بتكسب كمان وما بتكسب وبتكسب بطولة لا تلاقي الدنيا مختلفة تماما تماما عن يعني بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة ربنا يكرمنا يوم الجمعة ونستطيع إن احنا نتبسط نقدر نفرح بنا يكرمنا إن شاء الله بس لو أحد مش عايز يتكلم كتير في هذا الأمر لأن مثل هذه الأمور دايما بننتظر المباراة زي ما قلت لحضراتكم مبارح وجهة نظر مش وجهة نظر وجهة نظر فنية لما تيجي تتكلم فنيا عن هذه المباراة هتجد إن احنا الحمد لله والشكر لله أن دي الأهلي الأفضل أن دي الأهلي الأحسن وكل حاجة ولكن صدقوني برضو للمرة المليونة أنا بقول هذه الكلمة ملعب المباراة الحدشر اللي بيلعبه ضد نادي الزمالك بتبقى الموضوع مختلف أنت لما بتلاعب فريق أقل فنيا كتير بتقول برضو أن الملعب هو الأساس فتخيل بقى ما بالك أن أنت بتلاعب فريق كبير زي نادي الزمالك وده الكلام اللي قاله النهاردة كولر في المؤتمر الصحفي